ثقيلة هي الساعات التي تمر على مرضى السرطان في قطاع غزة وهم ينتظرون علاجهم بفارغ الصبر لا سيما عن ترقبهم فتح معبر رفح ليستكملوا علاجهم كغيرهم من البشر في ظل نقص الأدوية الخاصة بهم في المستشفيات والمؤسسات المعنية يعني احنا مرضى السرطان بهذه المرحلة يعانوا من أسوأ المشاكل جزء منها المنع بالسفر حيث حوالي 35% من مرضى السرطان ممنوعين من السفر سواء عن طريق معبر إيرس أو معبر رفح نقص الحاد في الأدوية معاناة مستمرة تلاحق فئة تحرم من أبسط الحقوق حيث الوضع الصحي والإنساني الذي بات يهدد حقوقهم العلاجية ناهيك عن المناكفات السياسية التي يفرضها الاحتلال على من يحصل على تحويلة لاستكمال العلاج بالخارج المؤسسات في غزة لا تقف مكتوفة الأيدي أمام المشاكل التي يعاني منها مرضى السرطان فهي تفذل ما في وسعها لدعمهم ومساندتهم الحصار الموضوع على غزة في بهدلة مش بسهل أنك تطلع من معبر إيرس بهدلة وفندق الأمل وتحولات ووراق وممكن يجيك رفض تستني لسه لتاني أش مرة وتعمل برضو تحويل جديد ويروح معادك ويروح عليك الدواء ما تاخدهوش في نفس المعاد وفي ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه الغزيون هناك زيادة في أعداد الحالات المصابة بمرض السرطان حيث يتم تسجيل ما يقارب 130 حالة شهرية سيما ظهور سرطان القالوني عند الرجال وسرطان الثدي عند الإناث